تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال الأربع والعشرين ساعة من ضبط أربعمائة وسبع عشرة قضية تمونية بمضبوطات بلغت نحو مائة واثنين وعشرين طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من ثمانية وسبعين طن سلع غذائية كما تم ضبط نحو ثلاثة عشر طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من اثنين وعشرين طن سلع غذائية وغير غذائية أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط ستمائة واثنتين وثلاثين قضية من بينها مائة وعشرة قضايا خبز ناقص الوزن ومائة قضية خبز غير مطابق للمواصفات